لا يزال الحوثيون يكذبون على العالم وتنجر خلفهم الحكومة الشرعية التي لن تستوعب الدرس طيلة السنوات الخمس والنصف الماضية بملف مخاطر كارثة محتملة لخزان صافر الذي تصاعده الأمم المتحدة بإيقاع ملايين الدولارات وعلى الرغم من تفريغ ميليشيا الحوث للنفط من خزان صافر وبيعه وقبض ثمنه بمساعدة إيرانية إلا أنها مستمرة ببث مخاوف انفجار الكارثة البيئية والاقتصادية الأمر الذي جنت من خلاله الأمم المتحدة أربع ملايين دولار الأسبوع الماضي ودخلت حسابات الأمم المتحدة تبرعات مالية من بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا لتأمين كامل للتمويل لفريق خبراء الأمم المتحدة تراجع الحوثيون عن موافقتهم للسماح له بالوصول للخزان وصعدوا بشروط جديدة وقدم شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في وقت سابق مقترحا بمذكرة رفاعتها لوزير النفط ببيع خزان صافر كحديد خردة وبسعر 10 مليون دولار بحسب سعر الحديد الخردة في الأسواق العالمية مستبعدة إمكانية بيعه كخزان عائم في حالته الراهنة ترجمة نانسي قنقر